استيقظ العالم اليوم على قصة فرار خرافية هوليودية لغزا حير الصحافة العالمية كارلوس وصن اللبناني البرازيلي الفرنسي المدير السابق لمجرم مع شركتي رونو نيسان يهرب من الإقامة الجبرية في توكيو إلى بيروت بعد أن اتهم باختلاسات بملايين الدولارات المفارقة أنه هو نفسه من أعلن الخبر ببيان نشرته صحيفة الجمهورية يقول إنه خارج اليابان وإنه في بلده لبنان هروب يأتي بعد عام وشهر بالتحديد من توقيفه في توكيو وسجنه في نوفمبر تشرين الثاني عام الفين وثمانية عشر حصل على الإفراج المؤقت بكفالة وصلت إلى ثلاثة عشر مليون دولار منذ الصباح وخبر الفرار يملأ الصحف والتلفزيونات وكالات الأنباء ويشغلنا نحن في تريندينج هو قال أنا في لبنان ولم أفر من العدالة لقد فررت من الظلم والاضطهاد السياسي أن رهينة نظام قضائي ياباني غير منصف يفترض الذنب عندما تغيب المعلومات وتتجه الأنظار طبعا إلى البدهيات لذا اتجهت كل العدسات إلى هذا البيت هذا بيت كارلوس وصم في بيروت الصحافة العالمية اتجهت إلى هناك صور من كل زاوية ومن كل مدخل النوافذ مفتوحة والحراس يقومون بعملهم لكن لا تتصور أن غصا هرب من اليابان وعبر عواصم عالمية ليدخل إلى داره هنا لا يوجد أحد في هذا المكان كيف تمكن من الهرب من شروط الإفراج المؤقت عنه أن ينتقل إلى داخل اليابان فقط أو يتنقل داخل اليابان وغيابه عن الإقامة الجبرية محدود بساعات أو أيام محددة مسبقا جوازات سفره كلها الفرنسي واللبناني والبرازيلي بيد محاميه ناهيك عن كاميرات المراقبة ومحدودية وصوله إلى الانترنت ومع كل التقنية الحديثة في اليابان هرب على متن طائرة خاصة إلى تركيا ومن تركيا إلى بيروت هذه زوجته كارول والتي كانت تقود حملة لدفاع عنه يتساءلون الناس هل ساعدته في الهروب؟ هذا سؤال على مواقع التواصل الاجتماعي ولكن لم يتم تأكيد أي مصدر من هذه المعلومات كارلوس غصن كان عنوان نجاح وتألق فرنسي قبل أن يتهاوى بسبب الفضيحات المالية قاد شركة تحالف لرونو ونسان ومتسو بيشي حقق للفرنسيين هيمنة على 10% من السوق العالمية للسيارات صدمة اليابانيين والفرنسيين من الفضيحة أضف إليها الآن فصل جديد وهو الهروب إلى لبنان كارلوس غصن قطع طبعا حوالي قرابة 10 ألاف كيلومتر على الأقل متنقلا من قارة إلى قارة من توكيو إلى بيروت مرورا بتركيا وأعلن بنفسه أنه سيتواصل مع الإعلام للدفاع عن نفسه ما يعني أن قصته ستشغل الصحافة العالمية طبعا هذه هي الخريطة عندما هرب من اليابان حتى الآن لم توضح اليابان طريقة الهروب لكن قناة MTV اللبنانية قالت إنه كان يختبئ في حقيبة كبيرة مخصصة لآلات موسيقية هذه هي الآل الموسيقية Double Base أو Contrabass بمساعدة شركة أمنية يابانية تشرف على نقل الفرق والآلات الموسيقية في موسم الأعياد لنأتي إلى بعض التغريدات من لبنانيين أمجد يقول بلد الفساد لا يلجأ إليه إلا الفاسدون والهاربون من القضاء أمثال كارلوس غصن وبموافقة مسبقة من الحكم اللبناني وأجهزته تغريدة ثانية من علي الأمين أم جوي هذه تغريدة جوي تقول فجأة صار الكل خبير من موضوع كارلوس غصن وصاروا كلهم بيعرفوا ملف فؤز نظيف أو فساد وصاروا كلهم قضاة ومحامين وصاروا باخترعوا روايات هريبة بصناديق مدرشو أفلام هوليودي أما بالنسبة لعلي الأمين علي الأمين هذه تغريدته علي أخرج علي بتغريدته كارلوس غصن فر بسبب الاضطهاد السياسي له في اليابان في حد يخبرنا من أي حركة ثورية يناضل أو لأي محور ينتسب كارلوس غصن يفر من قضاء اليابان ويستنجد بقضاء لبنان أما سعيد الراشدي سعيد الراشدي غرد بالقول هروب كارلوس غصن من اليابان في صندوقه وبطائرة خاصة كأنه مستوحى من أفلام الأكشن ننتظر الآن معرفة ما ستقوم به الحكومة اللبنانية مع لبنان وهل ستنجح في إرجاعه على الرغم من كل تأكيدات بوجود كل جوازاته بحوزة المحامين في توكيو فإن مديرية الأمن العام اللبناني وهي التي تسيطر على الحركة في المطار تقول المواطن المذكور دخل إلى لبنان بصورة شرعية ولا توجد أي تدابير تستدعي أخذ إجراءات بحقه أو تعرضه أو تعرضه للملاحقة القانونية